مرحبا وصفتنا اليوم خبز الشاورمة بطريقة سهلة ومضبوطة 100% ويبقى طري وينلف بكل سهولة انا قبل كنتوا اشتغي خبز الشاورمة جاهز بس بعد ما عملتونه بالبيت بعد ما اشتغينه جاهز وانا متأكدي انتم هم من تعملونه بالبيت ما غح تجيبونه جاهز تابعوا الفيديو خطوة بخطوة حتى تحصلون على نفس النتيجة وغح يكون هذا الفيديو عبارة عن نصايح واشون يبقى عدنا طري وما ينشف الخبز عدنا وحتى اذا نخزنوا يبقى ناعز عدنا ولا تنسون اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو واذا كنت مجداد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى يجيكم مشعار من انزل فيديو جديد ويلا نبدي بطريقة التحضير نحتاج اربع كواب طحين متعدد الاستعمالات ونصمع لقط كوب ملح ونخلطهم ونضيف ثلث كوب زيت ومعلقة اكل خل ابيض وكوب ونص حليب دافي نضيفه على مرحلتين ونعجن وبالنسبة للخل اللي يضفتونه يعطي طراول الخبز ونعجن العجين مليح وبعد ما كمننا العجن انقطعه مباشرة انقطعه داعش قطعة او اثناعش قطعة حسب حجم الطاول اللي غح نشتغل بيها وبعد ما قطعنا العجين نحطم بصيني بيها شوي الطحين ونغطي العجين بنايلون وقطعة اقماش حتى لا ينشف العجين عدنا ونترقم يرتاحون للمدة 30 دقيقة حتى ما ننفج العجين ينفج عدنا بكل سهولة وبعد 30 دقيقة ارتاحوا قطع العجين عدنا نبدأ نفجم رشة الطحين على المكان يكون المكان نظيف عدنا وناخذ قطعة من العجينة والمدة بالشوبك بالتساوي ولازم تكون سماكة العجينة عدنا غقيقة وحتى يطلع الخبز عدنا شكله مرتب نقطع العجينة بغطة دست والافضل يكون غطة كبير على قد العجينة اللي انفجة وحتى لا تبقى حوافي عدنا كثير والحوافي همطيقون تدعكوهم وتتركوهم يرتاحون وبعد تفجوهم بنفس الطريقة واذا تريدو ما تقطعون القرص بغطة دست هم يصير مباشرة تعملوهم بالطاوة بس اذا تريدوهم يطلعون مرتبين تقطعوهم بغطة دست وانفج باقي القطعة بنفس الطريقة الى ما تخلص عدنا الكمية حتى بالاخير بس نبقى نعملا بالطاوة ونخلص اسرع وبعد ما كملنا كل الكمية انشيل الطحين اللي عليهم بفرشة على الخفيف ونحط القوصة بطاوة على ناغ وسط وبس تنشف عدنا مباشرة نقلبها على الوجه الثاني ونبقى نحركها بهذه الطريقة وبس تاخذ لون ذهبي خفيف نرجع نقلبها ونبقى نحركها بهذه الطريقة الى ما تطلع عدنا هذه الفقاعات اهم شي ما نتركع الناغ كثير حتى لا تبس عدنا وبس الاسفل ياخذ لون ذهبي خفيف انشيله وكل قوصة تصير عدنا مباشرة نحطها ببطن قطعة قماش وببطن كيس نايلون نغطيها حتى تبقى نيعسي عدنا بعد ما تبغد ومثل ما واضح اتكم بالفيديو يادو بتاخذ لون مكانات قليلي من الجهتين حتى يبقى الخفز عدنا نيعس وينلف لانهم رح يستوي الخفز عدنا من نعمل لفات شاورم ونقبسم وهكذا نكمل كل الكمية اللي عدنا ما ياخذون وقت كثير عدنا كم دقيقة ونخلص كل الكمية اهم شي ما تبقى كثير عن ناغ حتى لا تبس ولا تصير فقاعة وحدي وتنفصل والصير طبقتين يعني بصراحة الطريقة ناجحة ومضبوطة 100% وانا متأكدي اذا جغبت ما غح تعتمدوها مثلي واما تستخدموهم بنفس اليوم او تخزنوهم بالفريزة من سبوع الى عشر طيام جغبوا الوصفة واكتبولي رأيكم بالتعليقات وبصراحة ما تتخيلون اشقد افرح من تجغبون الوصفات اللي انزلها وتنجح اتكم واتمنى كل من يجغب الوصفة وتنجح يكتب تعليق حتى تتشجع الناس وتجغب الوصفات اللي اعملها ومن يبغد الخبز عدنا نحطه مبكيس نايلون ونسحب الهوى منه وهكذا يبقى الخبز عدنا نيعز ومن تريدون تستخدمونه اتدفونه شوية ع الطاوة ويرجعني عس مثل ما كان وهذه كانت وصفتنا اليوم خبز الشاورمة بطريقة سهلة ومضبوطة 100% ولا تنسون اللايك للفيديو ومشاركة الفيديو واذا كنت مش داد على القناة اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الاشعارات حتى يجيكم اشعار من انزل فيديو جديد والف عافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة